تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألسنا عباد الله نتعاهد ثيابنا ونتفقد ملابسنا وكلما أصيب ثوب من ثيابنا بنوع من النقص أبدلناه بآخر وتركناه إلى ثوب جديد عناية باللباس الظاهر أما علمنا عباد الله أن زينة الإيمان أعظم من زينة الثوب ولباس التقوى ذلك خير وفي الدعاء المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين أم أننا عباد الله رضينا لأنفسنا بزينةٍ ظاهرة تنقضي وتفنى بزوالنا من هذه الحياة وفرطنا في زينةٍ باقية مع الإنسان في حياته وبعد الممات أعني زينة الإيمان